العالم في دقيقة إسرائيل تواصل عملية سهام الشمال في لبنان وتقول إنها نفذت ضربة محددة ودقيقة في منطقة الغبيري في الضحية الجنوبية لبيروت استهدف من خلالها قائد المنظومات الصاروخية لحزب الله في الأممية المتحدة تحذيرات دولية من انزلاق الشرق الأوسط إلى المزيد من العنف والتوتر مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في كل من لبنان وقطاع غزة الرئيس الأمريكي جو بايدن يلقي آخر خطاب له من منبر الأمم المتحدة بوصفه رئيسا للولايات المتحدة ويتطرق إلى الملفات الساخنة عبر العالم بدءا بلبنان وغزة مرورا بالسودان وانتهاءا بوكرانيا في المهرب مجلس بنك المهرب يقارر خلال اجتماع اليوم الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.75% ويعتبر أنه من الملائم الحفاظ على التوجه الحالي للسياسة النقطية